مرحبا بيكم الناس الكل اليوم شانو مع بعضنا زوس اطبيق البرح مهبط لكم اش فيديو قال لي لم يتهم لكم الزوس في فيديو واحد دونك زوس اطبيق صحية نجمو ان نستغلوهم في الوقات متاع واحد يحب يعمل حاجة تكون صحية مش متاع ريجيم مش متاع ريجيم معين كل واحد وشنو الريجيم اللي عاملو وكل واحد اللي جيندو في متاعو اللي عاملو لهنى عندي اقراع اخضر وبطاطا حلوه وصفنيريا قصيتهم كما تراوه بالطول حيث نعمالهم كما سباكيتي كما فورمة سباكيتي مثلا تعمل طباق سباكيتي مع سوس بلانش شامبينيون وويسكالوب او كتعمل في بلاست سباكيتي تعمل خضر حاسي لو اخذيت فليحب نحط روز روز يحب يحط مقرونة كومبلي كل واحد كيفش يحب قصيتهم كما تراوه بالطريقة فما الترابي هذيك القطاع تجيبهم لك سباكيتي بالضبط وفما السكينة كما انا وريتكم في اول ويديو تقص جراير جراير وبعض اللي نقشر بها البطاطا والسفنيريا تكمل بها وحتيتهم في ماء وملح وخليتهم يغلي وتقيقة كهو سنو يعجنوا وليهنى عندي نعمل سوس بلانش اسكالوب وشامبينيون وحتيت عليه رشة ملح ورشة فلفل لكحل وحتيت عليه الزيت بطبيعة وحتيت الشامبينيون وحتيت الشامبينيون ونقصوا وفوقوا كما تراوه ونخليهم يتقلوا مع بعض الشامبينيون هذي يعجبني خير برشة من الشامبينيون الابيض الشامبينيون الابيض يسيب يسر ماء وهذي ماشاء الله حتى يتيب ماء ويخرج شكل ماء وضع ماء نتصروتهم مع بعض خضرة اللي خليطة اكثر من دقيقة يسيتها جملة بلحقت بلحقت سخير وحتي مقرونة اما هيكا تكسرت لي ماجتش مشدة روحه نورمال موضوب ما يغلي المينها باطكة هاو المهم اوكا حديتها على جنب بش مشكلة اوكا بش تخلطوا في المعدة ولا في الصحن كيف كيف وصلاتها بش نعمل بس بيس وصف الناريا وخيار وإلى فقوس وطماطق وخاص بتبعه وبشرا بيهم بالخشينة كيب شرا بي اسف الناريا والخيار والبس بيس نرجع لهيك اللي عملتوا معاكم بتاع السوس صيح وكاتحمر بش نحط له طوا كريم فريش وإلى كريم ريكيد اللي عندكم توفر اللي يحب يحطها لجيغ ولا يحب يحطها ديسيمة كل واحد وكيفش نوع الرجيم اللي يعمل فيه بصراحة الدهون الطبيعية ما تقلقنيش بالعكس ومش نفوحها بالسيبولات والاستخاجان ومعندك قص شوية مع دنوس كما كتب مش وقت مش طاوى ما نطيبوهش مع دنوس ومبعد كتب نقص بالقديم مع دنوس يبلسطهم وكهو تحب تحط زعط ركلي لاذا تحب ومبعد ما ربيتك الخضرة اليابسة هذيكا نقص في الخص كما ترى وطروفها كاية جويدة بما اني ربيتهم وبعد نقص الطماطم ونخلط الكل مع بعضه ونفوحها ملح وخل وزيت زيتونة وصليتتنا حضرت وهذا يا السوس بلانش السوس بلانش الي بالسكالوب والشامبينيون زادين ودكم ومنشاهيكم بعد نكاملو نزينوها بشوية مع دنوس من فوق يزيدها منظر وبنة وريحة وفيحة وحضرت السوس متاعنا راهو هذي فطور وعشي المقرونة اللي كانت مقرونة ووليتها محمصة المهم تكسرت الخضرات تهكت تغفصت في بعضها وكلما مش مشكلة مو مطعمها بنيا تعديها مع الشامبينيون والسوس بلانش الي كبنيا على اللخ اللي ما هوش في دي جي ما كايحب يحط السوس بلانش الي هي بشكل اللي تكون مرخوفة كي يعمل فرينا وحليب وزبدة وحتيت السليطة وهذا السحن متاعنا كان لليوق وكلا عادة بما انه واحد في بريود هكا متاع تنظيفة ابدان كلا المرتين في الجماعة واحد يقضي خضرات وقضيت الخضرات متاعي وجيت بش نعمل ادبارة اليوم بما اني من السوق جيت ورقيت هكا برشا حاجت بها هي زيدة في السوق قلت يبارة خليهم ادوكم الغدوة ان شاء الله ونهارتها بش نعمل حاجة دي سيما شوية كي نعمل حاجة مثلا كي ما هكا دي سيما كي نعملوها فطور ما نتعشيوش كي نعملوها فطور ما نتعشيوش وكي نعملوها فطور ما نتعشيوش حتيت الطبق متاع الفور الفور يسخن على مئتين وعشرين درجة ولا مئتين وثلاثين درجة حتيت البابير كويسان بش ميل سقليش ورصفت البطاطا بجنب عضهم ونحطهم طواف الفور يتحمروا حتيش يتحمروا سي خرجوا خمس عشرين دقيقة نورمال ما لقيت الجنارية قصيتها قشرتها حتيتها في الماء والقارس بطلاقة الماء والقرعه أصفر وقرعه أخضر وصفن يريقا بش نعملوها مصطلاتها مفورة نجي نبك القطاعة العجيبة متاعي ونقص كيمها تراو الخضرة وووووب تقصت ومورها واضحة ما نهبط هاش دوركي ونياها بطولي خشيه نره نقصها على ثلاثة من الأول ثم نقصها على اثنين أو نعاونها وبعد القراءة الأخضر والسفنية كمنا قطعناه نطوى نشلل الجلبانة خطر جبدتها من الكونجيلاتور والجنارية باش نقصها جويدة قديش عمدي شي هي الفول والجنارية هنا أغلى من الحم في تونس ما شاء الله واحد يشبع بيهم بلقدي بلقدي الهني غالين على الأخر لن نقصها الفول كيلوه بخمس أورو وفيره غيبدا فيره والجنارية الراس بانورو سنكونت الراسة مش الربع الراس وحطيتهم يتفوروا وحطيت المقفول فيه القارس من اللوطة باش مي يعمليش الكالكير هذا كالبتراف زادة كملت قصيته آخر باش مي يمصخي اللوني الخضراء الأخرى مي يمصخي ويعتهالون ويجيت الهني صبيت الكريم ليكيد 400 ملي عليهم كعبتين عظم عليهم ملح وفل فلاكحل ويجبن راباء وحليب حطيتهم ولا باش نزيد نحطهم مش حطيت مش نرخفهم شوية بالحليب البطاطا تشرب خاطر والبطاطا ها هيا حذرت من نارها الغارة حذرت تبقى الفور أمل ما تحبش الموزارلة من فوق والتي تحطيت لها هيا زوز غمكان صغار ونحنا خليت التبقى ونحطه تبقى بطاطا تبقى طن فوقها تبقى أخرى بطاطا وبعد نصب اكل خليط ونحط له جبن موزارلة اللي نحطيت صيته واتفورت بعد ما نغتيها راوكس كيس نغتيه بالاختام بش يرجع عليه البخار وبعد ما تفور نورما مو خليها تبرد كومبليت مو بعد نفوح بما اني كملت كل شي تك 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 فيسع ماخداش وقت قسيت الهنيطة والوفيح متاع السلطة المفورة ولا المصموطة حتيت مع دنوس وبصل بصل ماذا بينا يكونك الربعي لبنين ما عندكش حط لأحمر ما عندكش حط لشالوت اني هو مو متوفر برشا في الأوروب طب بش نفوح زيت زيتونة حتيت ملح فلفل اكحل وقارس ولا قارس وخل كما تحبوا حتيت قارس تركع بقارس نخلط مليح بش نذوب الملح وزيتهم نص مغرفة منطع قهوة متارت زيت بنتهم كل متارت بما انها الخضرة هنا ما هيش مطعمها بنين كما في تونس خلط الكل مع بعض وصيح حضرت كطور كبنونة وخليوها تبردين ما خليتيش بردت كومبليت مو مزلتك أتفور وهكا تكسرت القراءة تكسر لي شوية كملت حتيت بعد ما خلطت وقتها حتيت بردت كومبليت مو حتيت بيتراف حتيت بيتراف حتيت ضربتين وكهاب هذي القراءة تعمل لحضر خطر أصغر هما الصلاة تعملت خص وطماطم والقراءة تكبير هوا زيت أحضر وهوكم معاهم طرف غلى ولا ايش تحبوا ماذا بينا ديما الأليف والحد الآن مزلنا ما دخلناش لصغيال لحاجة حلوة بخلاف الغلة بخلاف الغلة نقدم اسحن متاعي كالعادة نحط برج من القراءة والصلاة الخضرة والصلاة المصموطة وهذا طبق متاعنا كان لليوم وهذا موصفاتنا كانوا لليوم ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة